اشتركوا في القناة ومازلنا بنستهدف الهدف بالنسبة لنا اللي عنده مستهدف الاربعة جنيه وثلاثين ارش كهدف محتمل لنا اتوقع ان احنا نضربه وما زال لبيلتون اهداف سعودي ولكن حاليا عايزين نضرب القمة السابقة اللي ضربت عندنا اللي عنده مستهدف الاربعة جنيه وثلاثين ارش ونستهدف مستهدف ما بين الاربعة جنيه وبالحد مستهدف الاربعة جنيه وثلاثين وما زال لبيلتون مزيد من الاهداف السعودي لو نشلت في بوناتش ده وقلت ياخد أهدافي من القمة وقال لتشكله عندي على الضرر السريع اللي بدأت معي من المستريع دي على نفسي عملت واحد وضربت المستريعات 161 فيه عند المستريع دي وما زلت بستهدف المستريعات الأربعة جنيه وثلاثين إرش كأدف محتمل ليا وما زلت أبحث عن أدف صعودية لبيلتون وما زلت فوق دعم قوى جدا طيب ليه بقول إن بيلتون مش ينزل تاني أم بيلتون مش يحصل تداخل بينه المستريعات الحالية أهل من بيلتون لو قصر بزخم قوي أعتقد دمش يحصل وما زلنا نستعد في الهدف اللي عند المستريعات ما بين الأربعة جنيه وبالحد مستريعات الأربعة جنيه وثلاثين إرش وبالتوفيق